بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو صحيفة روسية لماذا يساعد العرب موسكو ويقفون مع بوتين ضد الغرب لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية نشرت صحيفة فيزكلاد الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الاجتماع الذي جمع بين بوتين ورئيس دولة الامارات العربية محمد بن زايد المهيان والتوترات الجوسياسية الحالية وتداعياتها على اسواق الطاقة العالمية وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 ان الكثيرين يجهلون سبب لعب روسيا دور صانع السلام خلال الحرب في سوريا واشراك الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في عملية التسوية الدبلوماسية للصراع السوري بحسب تعبيرها المكاسب رغم العلاقات الوثيقة التي تجمعها مع الولايات المتحدة الامريكية اختارت السعودية دعم روسيا فيما يتعلق بخفض انتاج النفط وبهذه الطريقة ابطل السعوديون مفعول اجراء تسقيف سعر النفط الروسي الذي حدده الغرب ومع تناقص المفروض في الوقت الحالي سيكون من السهل على موسكو بيع النفط الى البلدان التي لا تلتزم بسقف السعر المحدد وتعليقا على الزيارة التي اداها الجانب الاماراتي الى روسيا نقلت الصحيفة عن المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية الينا ان المفاوضات الناجحة التي جامعت بين قادة البلدين تأتي في ظرف استثنائي يجعل ان ينوع من العلاقات مع روسيا مصدر قلق للولايات المتحدة وقد نظمت مباشرة بعد قرار اوبك بلاس خفض حصص الانتاج ذكرت وكالة فوكس نيوز ان الامارات تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا ولا تنوي الانضمام الى العقوبات التي فرضتها امريكا وحلفاؤها على روسيا في اعقاب تنفيذها العملية العسكرية على الاراضي الاوكرانية وهذا الموقف استفز بعض اعضاء الكونجرس الامريكي الذين هددوا بسحب انظمة الدفاع الجوي المنتشرة على اراضي الامارات وكذلك السعودية وتابعت الينا في السنوات الاخيرة اصبحت تصرفات الولايات المتحدة تثير غضب الامارات والسعودية فعلى سبيل المثال قوبلت رغبة الامارات في الحصول على المزيد من الاسلحة الامريكية خاصة في بداية الحرب في اليمن بالرفض بعلة ان هتين الدولتين العربيتين انتهكت حقوق الانسان المحليين ونتيجة عدم تلقي الامارات شحنة الاسلحة رفض قادتها في وقت لاحق الاجتماع مع بايدن واستنادا الى البيانات الصحفية والرسمية تعد المسائل الاقتصادية بما في ذلك الملف النفطي احد المواضيع الرئيسية التي تطرق اليها الجانب الروسي والاماراتي في سانت بوتروسبورغ وترى الينا ان التعاون الاقتصادي والمالي مع روسيا يكتسب اهمية كبرى عند الامارات التي تحتاج الى اثبت قدرته على انتاج سياسة مستقلة عن الضغط الامريكي اما بالنسبة لروسيا فان الموارد المالية التي تمتلكها الامارات لا سيما في الوضع الراهن تحظى باهمية قصوى واشارت الصحيفة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة لديها خبرة واسعة في مجال التجارة مع الدول الخاضعة للعقوبات لا سيما انه لسنوات عديدة ظلت العديد من الدول تجري مبادلات تجارية مع ايران عبر الامارات السمعة ذكرت الصحيفة ان الازمة الروسية الاوكرانية كانت من بين المواضيع التي طرحت على طاولة النقاش خلال لقاء الرؤساء حيال هذا الشأن يقول الاستاذ المساعد في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو لينود ايزيف تؤيد الامارات فكرة انهاء الصراع الذي باتت اضراره واضحة على المستوى الامن الغذائي والطاقي وترى الامارات ان الوضع في اوكرانيا حال دون تسوية الصراعات في الشرق الاوسط وغذى الازمات الانسانية في المنطقة وهي قليقة بشأن احتمال تحول الصراع في اوكرانيا الى صراع النووي كشف انور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات عن موقف الامارات الرسمي من الصراع قائلا ان تصعيد الوضع في اوكرانيا يتطلب حلولا عاجلة وتضافر الجهود الدبلوماسية وعقد حوارات واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي من جانبها اوضحت الينا ان الامارات مدفوعة بطموحاتها وهي مستعدة للعب دور الوسيط بين روسيا والغرب من اجل ايجاد مخرج سياسي من الازمة الاوكرانية في السنوات الاخيرة عملوا في العديد من المناسبات كوسطاء في ازمات مختلفة لكن لاول مرة يتجاوزون نطق اسيا وافريقيا وبينت الصحفية ان الامارات عن طريق الاستعداد للاعب دور الوسيط تحاول خدمة مصلحتها الخاصة المرتبطة في المقام الاول بالعامل الشخصي بظل حكم محمد بن زايد حاولت الامارات في السنوات الاخيرة ان تصبح مركز القوة الثاني في الخليج العربي ما يدل على مخالفتها وجهة نظر الرياض في عدد من القضايا بما في ذلك الملفان الايراني واليمني فيتشارك في الحملة العسكرية جنبا الى جنب مع السعودية غير انها تدعم المعارضة اليمنية المولية لها على خلفية المشاكل المتعلقة بسمعة الرئيس الفعلي للمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تحاول الامارات تنصيب نفسها في مكانة الشريك الاكثر جاذبية للغرب في الشرق الاوسط واوردت الينا بالنسبة للسعودية فان مطالبة الامارات التي كانت بالكاد تلعب ادوارا ثانوية بالتصرف بشكل مستقل في عدد من القضايا امر مدهش ومع ذلك تدرك الرياض ان ابو ظبي تعلم حدود قدراتها وتريد الحفاظ على الوضع الحالي للعلاقات القائمة على الشراكة بما في ذلك القضية الاوكرانية مع العلم ان محمد بن زايد يريد استغلال عامل الوساطة لتقوية نفوذه الدولي وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بان الامارات تريد الاستفادة من العلاقات الجيدة التي تجمعها مع بوتن وقدروف وواشنطن لذلك تعرض خدماتها في الختام متابعين الاعزاء هل تعتقدون ان ما جاء في الصحيفة الروسية ولماذا يساعد العرب موسكو وهذه التحليلات العميقة والتي تحدثت عن ان السعودية والامارات وبعض الدول الخليجية والعربية تلعب على الحبال لمحاولة ان تجد لنفسها موطئ قدم وهل يمكنها ان تحمي نفسها بعيدا عن امريكا وهل يمكن لهذه الدول ان تغرد منفردة عن الخط الامريكي وهل تمتلك من عوامل القوى الذاتية والداخلية ما يمكنها من ذلك خاصة السعودية والامارات السعودية التي تورطت في حرب اليمن السعودية والتي كانت تابعة وقد فضحها ترامب مرات عديدة بانه يقدم لهم الحماية ويريد ان يأخذ منهم العديد من المليارات وما قام به ترامب في بداية حكمه عندما ذهب الى الخليج وجلب ما يزيد عن 400 مليار دولار من خزائن الدول الخليجية في ذلك الوقت هل يمكن للدول العربية فعلا ان تجد لنفسها مكانا جديدا او مكانا وسطا بين امريكا وروسيا باللعب على الحبال هنا وهناك ام ان هذه الامور ربما تكون لها ارتداداتها السياسية العنيفة والعميقة والكبيرة خاصة على نظام الحكم في السعودية حيث تلاحق محمد بن سلمان تهم تتعلق بقتل الصحفي السعودي الامريكي جمال خاشقجي ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو وان كانت مادته قد اعجبتكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة